هذه الحلقة اهداء الى روح المغفور لها بإذن الله مدام كاملة عبد المغني سائلين الله العلي القدير ان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها الصبر والسلوان امريكا لغت كل الرحلات الجوية المتاجهة لاوروبا كتر المصابين في ايطاليا وصلها لمرحلة طب الحروب الدكتور هو اللي بيختار مين يعيش ومين يموت العاجيز وببار السن بتشالهم على الاجهزة تنفس الصناعي ويتحط عليها الشباب والناس التانيين الاصغر في السن وزارة لوقاف اصدار ببيان بايقاف اقامة صلاة الجامعة واغلاق جميع المساجد والزوايا لمدة اسبوعين مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوم المملكة العربية السعودية وقفت رحلات العمرة وقفلت المسجد النبوي الى اشعار اخر منظمة الصحة العالمية اصدار ببيان بان ده وباق عالمي خارج برا اطار الاحتواء يعني ما عودناش عارفين نسيطر عليه ولازم ناخد خطوات جدية عشان نقدر ان احنا نواجه المرض ده من الجانب الاصابة بيه طيب السؤال دلوقتي ازاي كل ده حصل ازاي في خلال تلات شهور بس من تشخيص اول حالة مصابة بالكورونا في مدينة وهان الصينية ادر الفيروس ده ان هو يوصل ل197 دولة ويقتل اكتر من 18000 واحد عشان نعرف نجواب على السؤال ده تعالى احكي لك الحدوتة من الاول يلا كورونا فيروسز عائلة الفيروسات التاجية اتسمت بالاسم ده لانها انعورة او في نفسها نسيت انها فيروس بتظهر تحت الميكروسكوب على شكل تاج النوع ده من الفيروسات بيصيب الطيور والثديات في العادي الجهاز المناع للانسان اقوى من ان هو يصب بالنوع ده من الفيروسات يعني لو اي فيروس من فيروسات العائلة دي انتقل من اي نوع من الحيوانات اللي بتصب بي زي التعالب او الخفافيش او الطيور للانسان الطبيعي والعادي ان الجهاز المناع للانسان يتعامل مع الفيروس ده ويقدع عليه فورا بس ده لو انتقال الفيروس لجسم الانسان بيتم كل فترة بحيث ان الجهاز المناع للانسان يقدر ان هو يشم نفسه شوي بس الاسف مع الزيادة سكانية وزيدة عدد البشر والحيوانات وكسرت الاحتكاك والتعامل بين البشر والحيوانات وفضلاتها ولعبها. صنع الحيوانات اللي احنا بنستخدمها كمصدر للأكل. او بنستخدم جلودها في صنع الملابس. ده بيخلي الفيروس يقعد في الجسم فترة اطول. فيبقى في وقت ان هو يتطور ويتكاثر لحد ما يقدر ان هو يمرض البشر. فيروس ايالة كورونا اللي قدرت ان هي تتطور وتمرض البشر. في منها الضعيف اللي ممكن ان هو بس يسبب برد او عطس يروح مع شوية شربة او لموناتها تعملهم لفسد الحباب. ايه يا ماما. عاوز ايه? هروح لقى واجلكم. عظم الشاي بلبن ده. منهم فيروسات قاتلة. زي السارس اللي ظهر في نوفمبر الفين واثنين والميرز اللي ظهر في الفين وعشرة وفضلوا متكتمين عنه. ما اعلنوش عنه غير في الفين واثناشر. لما الحالات زيتت منه. وزي النجم الجديد دلوقت اللي مشايب العالم. كوفيد اختصار كورونا فيروس لانه هو منتمع لعلة كورونا. دي اختصار واتسعتاشر اختصار الفين واثناشر لانه هو اول ظهور ليه كان في ديسمبر الفين واثناشر. الفيروس ده غالبا جالنا عن طريق الخفافيش مباشرة او عن طريق حيوان وسيط. خد الفيروس من الخفافيش ونقالهم للانسان. بس هو غالبا عن طريق الخفافيش مباشرة. لان اول اربع مصابين بالكورونا كانوا بيشتغلوا في سوقه في مدينة وهان الصينية والسودة كانت معروفة فيه اكل شربة الخفافيش. طيب يا عم ما ملمو مهم. المالك بقى مصعب علينا الدنيا كده ليلا. انت مش بتقول فيروس قتل. وكان فيه قبل كده اتنين قتلة. طب كده كده زيت نفت قينا وهنا عرف نعالجه. لا معلش. كوفيد تسعتاشر اه. ليه اعراض مشابهة للسارس والميرز زي ارتفاع درجة الحرارة والكوحة النشوة والتهابات الحلقة. بس هو مش زي السارس والميرز. انا مش قلتلك ان اصابة الانسان بالفيروسات دي بتتم تطور التعرض الانسان للفيروس. في الجهاز المناعة ما بيلحاش يشم نفسه. فالفيروس بينات فترة اطول. ينمو. يتطور. ينقسم. يتكاثر. فيادي الانسان. التطور الحادث في الحمد النوي في حالة الميرز اكبر من التطور الحادث في الحمد النوي في حالة السارس. والتطور الحادث في حالة كوفيد تسعتاشر اقوى من الاتنين يا جماعة. السارس والميرز عمره ما كانوا ينتقلوا عن بعد. مش اللي هو انسان يعتص في وش انسان فينقل ه المرض. ما كانش فيه الكلام ده. اغلب المصابين بالسارس والمرض كانوا ده كترة. وممرضين يتعاملوا مع المصابين والمرضى بشكل مباشر وعن قرب شديد. نقطة قوة فيروس كورونا هي نفسها نقطة ضعفة. اغلب الناس اللي جالهم الفيروس ما كانوش حاسين اصلا ان هم عندهم الفيروس. من كتر ما الاعراض كانت خفيفة عليهم او ما كانش فيه عراض من اساسه. دي نقطة قوته في ان الناس اللي عندها الفيروس في الاول بيتنقلوا من مكان لمكان يسلم على ده يبوز ده ويحضن ده من غير ما يحس ان هو عنده الفيروس وفي نفس الوقت بينقل الفيروس للناس من غير ما يعرف ولا هم ما يعرفه. وده كان بيوفر للفيروس سرعة الانتشار. وهي في نفس الوقت نقطة ضعفة. لان منظمة الصحة العالمية اثبتت ان تمانين في المية من مصابين الكورونا جهازهم المناعي بيتعامل مع الفيروس وقضي عليه قبل ما تظهر عليهم الاعراض من اساسه او في نفس الوقت ده بتكون ظهرت عليهم اعراض طفيفة جدا. بس في نفس الوقت دول اللي منعتهم قوية عشان كده واحد من كل ستة. مصابين بالكورونا الاعراض بتبقى شديدة عليه جدا. الواحد ده هو الكبير في السن او المدخن او اللي بيعانوا من امراض وراثية خصوصا الخاصة بالجهاز التنفسي. لان دول بطبيعة الحال جهازهم المناع ببقى اضعف ونادرة ما بيقدر ان هو يقاوم الفيروس. فيروس كورونا بيتنقل عن طريق قطرات اسمها رسبيراتوري دروبلتس. واحد مريض مصاب بالفيروس كح او عطس وطبعا كوحاته دي بيبقى فيها قطرات نقط جواها الفيروس. ولما قال الفيزي اثبته ان القطرات دي تقدر ان هي تمشي متر او تقطع متر في الجو قبل ما تجذبية شدها وتقع على الارض. يعني باختصار الفيروس هو جوه نقطة السائل دي يقدر ان هو يمشي متر في الجو قبل ما يقع على الارض. وانت بتصاب بالفيروس لو الفيروس قدر ان هو يوصل لفتحة في جسد. زي بققك او منخيرك او ودانك او عينيك. يعني الفيروس هينتقلك اما عن طريق رسبيراتوري دروبلتس او عن طريق استقراره على سطح الملأسطح. زي مثلا تربيزة تربيزين السلم زي الاكرة بوابة زي مثلا حيطة انت حطيت ايدك عليها. وبعدين تنسى مثلا فتحط صبعك في منخيرك تحط صبعك في بققك تسلك ودانك كده يعني. عشان كده اول نصايح الوقاية. ما تحطش ايدك على وشك وانت برا البيت. الا على الاقل لما تحط على ايدك براي من التركيز الكحال اللي فيهم سبعين في المية او خمسة وسبعين في المية بالكتير مش اكتر من كده. او تخسل ايدك بالمية والصابون. المية والصابون مش بيقتلوا الفيروس ولكن هم بيساموا في ان هم يبعدوا الفيروس عن ايدك. السارس والميرز كانوا بيستقروا على الاسطح لفترة ممكن توصل لتسعة ايام. في ابحاث تانية اثبتت ان كوفيد ساعتاشر لا ده بيستقر على الاسطح من ساعة لتلات ايام. الله اعلم مين فيهم الصح. انت عشان تأمن نفسك ان تضافوا الاسطح اللي عندكم في البيت اول باول. تنظيف يتم بايه مياه وكلور عادي جدا. مش لازم المنظفات الاسعارة غالية. في كلام كتير اوي منتشر عن الكمامات او الفيس ماسكس. هو اه اه فيه كمامات زي ان خمسة وتسعين دي ممكن تحميك من. اما الكمامات العادية اللي هي صودة او الوش ازرق او وش قبيل يملهاش اي تأثير في حمايتك من الفيروس. اه سيبك بقى من الناس اللي هي بتقول لك لفه طلت مرات ونحية البيضة ونحية زق كل ده هابدي مالوش اي اساس من الصح. الا لو انت كنت بتكوح او بتعتس كتير ومش عارف ده برد ولا كورونا وعاوز تحمل اللي حواليك من العدوة. اه هنا الكمامات العادية ممكن تفيدك وتحمل اللي حواليك من العدوة او من اللي يجي لهم اللي عندك. مفيش واش واش مفيش دندش مفيش بوص مفيش احضان مفيش جو والستات مبيعرفوش يجبوه ده خالص خالص خالص. لسه بقول لك من شوية في النقطة بتاعت البلغة من الفيروس يقدر انتقل لمسافة متر. يقدر يمشي متر في الجو. تقول انت رايح تاخده من بق المصاب. بتسهل على الفيروس يعمل حاجة. حرام عليك يعمل حاجة. ايه اللي انتو بتعملو ده? ايه حرام عليكو ايه حرقتوا الواحد عن شعورك. لو في حد مشكوك في اصابته لازم تكون بينك وبينه مسافة بتتروح ما بين تلاتة متر المتر على الاقل. لسه بقول لك او القطرات في الفيروس ده ممكن يمشي متر. فانت على اقل بينك وبين واحد انت شرك النوع عنده الفيروس يكون في متر. عشان كده يفضل ان انت ما تنزلش من بتك اساسا الى للضرارة القصوى. لسبب. احنا بشر بننسى? فاته ممكن تنزل تشوف واحد ما قبلتوش بقى لك كتير. فتروح تسلم عليه بايدك. تروح تبوسه. تنسى فتسند على اي حاجة في الشارع. وبعدين حاجة في وشك ياكلك تهرش. خدود اكتاكلك تهرش. عادي بتحصل. ممكن وانت ماشي فجأة قادرا كده الشارع يسهم فالناس تلزق في بعضها. الله اعلم الشخص اللي جنبك ده سليم ولا مش سليم. ممكن فجأة تلاقي في وشك واحد دي كحة في وشك ولا يهدس في وش. والله اعلم هو ده سليم ولا مس سليم. الله اعلم شايل الفيروس ولا لا. ولو انت حسيت باعراض برد زي كحة عطس زراعك بيوجاعك ارتفاع درجة حرارة بعد اذنك خليك في بيتك. لو انت كنت في بيتك وتغزت كويس وقضتها لامون شربة جنزبيل عصير بورتقان كده يعني لو انت عندك برد عادي حالتك هتتحسن. لو لا قدر الله حالتك ما تحسنتش ده معناها ان انت عندك كورونا. فبعد اذنك ما تترددش واتصل براكم وزارة الصحة اللي هو 105. ده الخط الساخن بتاع وزارة الصحة. ناس لوزاز جدا و بيردوا على طول و بيساعدوا الناس ما فيش اي مشكلة فيها. ويا ريت قبل ما تعرف المرض اللي عندك ده برد ولا كورونا ما تغتلتش باللي حواليك قوي. اهلك ابعد عنه. مش ناقصة هتعديهم. لا تعديهم ببرد ولا تعديهم بكورونا يا اخي. هتقرفنا ليه معا? التوم مش بيقتل الفيروس. انك تنقع جسمك في مية ده مش بيقتل الفيروس. حتى لو سخنة خفيف. لو نقعت نفسك في كوباية تشاي مش هتقتل الفيروس. اه مضمضة والغرارة بمية بمالح ولا مية بفلفل ولا مية بكمون كل ده مالوش اي ثلاثة لازمة. الفيروس مش هيخش جوا جسمك ويقف في زورك استنك تبليع له مية. مفيش الكلام ده. خالص. المضادات الحيوية مش هتقتل الفيروس. تلاقي دلوقتي واحد اسكندراني فتح من اللي طلعه من كم يوم في المزاهرة بيهتفوا الله اكبر الله اكبر بيهتفوا ضد الفيروس. فيروس بينتقل اه في التجمعات هم طلعين في التجمع بيهتفوا برحيل الفيروس. الممي يعني بصرف النظر. تليه جايلك يقولك يستم ممي دخلت الحق الصحي من يومين وهناك بيدوها المضاد الحيو. فازاي المضاد الحيو ما بيقضيش على الفيروس. اه? قلو يا حبيبي. الفكرة ان المريب فيروس كورونا انا لسه ايه لك من شوية ان هو اصلا مناعته ضعيفة. واسابته بفيروس كورونا بتضعيفه اكتر. فهم بيدولوا مضادة حيوة عشان لو دخلت جسمه اي بكتيريا او اي حاجة اثناء وجوده في الحجر الصحي ما تسببلوش مرار جديد. كفاية اللي عنده. يعني هم بيدولوا المضاد الحيوة عشان يقضوا على البكتيريا الجديدة اللي ممكن تبرده. مش عشان تقتل الفيروس. تيجي دلوقتي تسأل سؤال منطقي جدا. طيب دلوقتي ده حاجة ملهاش دول. انا هعمل ايه اه هاحمي نفسي منها ازاي? بص. شفت نصائح اللي قلتها لك فوق دي. زائد. ان انت الايام دي تزود في البرتقان واللمون والجنزبيل والعصر اللابيتها. دي حاجات حلوة بصحتك عامة اه. بس زيادتها دلوقتي ملهاش لازمة. مش هتفرق في اصابتك في الفيروس. انت لو ما عندكش اي مرة دي يخص المناعة زي الايدز مسلا. الحاجات دي مش هتفرق في اصابتك بالفيروس. الحلقة دي حلقة توعوية بس. قناة لافاندر اصلا انا بدأتها عشان كتجري علم النفس. وخصوصا علم النفس السلوكي. بس الحلقة دي اتعملت عشان الضعر والهلع المنتشر على السوشال ميديا والمعلومات الغلط المنتشر على جروبات الواتساب. والفيسبوك والتويتر والكلام غريب كتير منتشر. والمنقبات ما بتجلهمش كورونا والكورونا بتروح بالوضوء فتوضى خمس مرات في اليوم تقريبا او حاجة زي كده. والكورونا هتموت في الصيف. حارتك درجة حارت الجسم من جوه سبعة وتلاتين درجة سليزية. وهو اصلا مشكلتنا ان هو بيخش الجسم ما بيموتش بيخش الجسم ويمرضك. احماض المعدة ما بتقتلوش. صيف ايه اللي هيقتله يا فندم بعد اذنك هان. وحاجة مهمة جدا اخير. هانتا فيروس اللي الناس بتقول بعد ما خلصنا من كورونا جلنا هانتا فيروس. بصي حبيبي. فيروس كورونا اول ظهور ليه في العصر الحديث كان في ديسمبر 2019. هانتا فيروس اول ظهور ليه في العصر الحديث كان في حرب كوريا. حرب كوريا اللي كانت من الكوريين والامريكان. من الف تسعمائة وخمسين ل الف تسعمائة وخمسين. فالعلم اخدوا راحتهم فيه قوي. ودرسوه وعرفوا اعراضه وفيه مصل مضاد ليه. تمام? والفيروس اصلا مش لسه ظهر دلوقتي في الصين. لا الفيروس ده اصلا كان موجود في المانيا وبيتخد له مصل والناس بتتعالج وتمام جدا. مش بينتقل من انسان لانسان. بيجي لك عن طريقة تعرض المباشر للكورونا. اللي هو تاكل فارزة اخوانا الصينيين اللي حابوا يحتفلوا بعد ما خلصوا من كورونا. او ان انت تتعامل مع فضلات او لعاب الكورو بشكل مباشر. انت والكورو انت ولعاب الكورو انت وفضلات الكورو. حتى لو انت قاعد جنب واحد عنده هانت فيروس انت مش هتتعدم منه. ما بينتقلش من انسان لانسان. لازم تعامل الانسان المباشر مع الكورو. الناس اللي بتغسل ايدها بالمية والصابون لحد ما ايدها تشقق وبيقعد في البيت ويررق نفسك حل. بص الخوف والهلع وكل اللي انت بتعمله ده وملوش اي لازمة. حاول بس تلتزم بتعليمات الوقاية وباذن الله تعدي على خير. ومعلومة بس اخيرة يعني بالنسبة لناس اللي هتسأل لحد الوقتي ما فيش علاج معترف من قبل المنظمة الصحة العالمية وكل يوم بنسمع ان تعافين في الصين بيزيدوا وان الصين خلاص قربت تقضي على الفيروس وان هم افتتح خمسمية سينما او خمسمية وسبعة سينما تقريبا. بص باختصار جدا الصين عملت ايه? الصين جابت ادوية وامصال كتيرة جدا لاغلب الامراض اللي احنا عرفنا نعالجها. ايه كان منها تقريبا ان الفيروس والجدام وكده. جابوها وحاولوا ودوها لمرضة الكورونا وحاولوا يطوروها وكل ده وعملوا تجارب كتيرة جدا جدا جدا. طبعا اغلبها فشل. بس في منها نجح ولو بنسبة محدودة وعالج ناس. هم عملوا حركة ذكية. اي حاجة غريبة بتخش جسم الانسان جسمك بيفرز له حاجة اسمها اجسام مضادة. الاجسام المضادة دي بتقفش في الجسم الغريب ده وتقتله. ده بالبلا دي اوي اوي اوي. كل حاجة على حسب شكلها وتركيبها الكيميائي لها جسم مضاد خاص بيها. احنا مشكلتنا ان احنا مش عارفين شكل الجسم المضاد اللي هيبقى ضد كورونا فيروس اللي هيعرف ان هو يقضي عليه. فالصنين عملوا ايه? الناس اللي تعافق او تعالجوا من فيروس كورونا خدوا منهم عيين الدم ويعرفوا شكل الجسم المضاد اللي هيقدر ان هو يقضي على فيروس كورونا وحقنوا بين الناس. فعشان كده بتزيد اعداد المتعافين. ومنظمت الصحة العالمية وصف الدب ان هو نهج ناجح او طريقة ناجحة في ان انت تواجه فيروس كورونا. بس مع ذلك انت لسه لحد الوقتي مفيش علاج او ما اتعرف بي. فبعد اذنكم نلتزم بتعليمات الوقاية. وباذن الله هسيب لكم المصادر في كل مرة واسيب لكم فيدباك فورم تقول رأيكم في وفي الحلقة وفي لفندر بشكل عام. رب اكون افدتوكم في الحلقة دي ومع السلامة.